حالة مشكلات تقنية الأربعاء دون التحام صاروخ روسي من طراز سيوز على متنه ثلاثة رواد بمحطة الفضاء الدولية بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس وكان مكرراً أن يلتحم الصاروخ عند الساعة الثالثة بتوقيت جرينيتش بالمحطة الدولية التي تسبح على ارتفاع أكثر من 400 ألف متر عن سطح الأرض لكنه أرجئ إلى ليلة الخميس الجمعة وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان أن هذا القرار سببه بعض المشكلات التي ظهرت في جهاز توجيه الصاروخ وأوضحت أن الرواد الثلاثة على متنه وهم روسيان وأمريكي في صحة جيدة ولا خطر عليهم